اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامير والنهاردة هنتكلم عن ادوية مرض الضغط بالتفصيل الفيديو موجه للاطباء وللطاكم الطبي فقط طبعا احنا لو اتكلمنا بالتفصيل عن كل ادوية الضغط هنحتاج فيديو طويل جدا لكن احنا هنتكلم بسرعة شوية وهناعتبرها زي دردشة بسيطة كده مع بعض المفروض ان احنا في الفيديو ده هنتكلم عن ادوية الضغط اللي هو مريض ضغط فقط مش بسبب تاني ثانوي المفروض انك شخصت المريض بتاعك صح واستله الضغط كزا مرة وكمان زبطت نمط حياته خليته يبطل التدخين وزبطت الاكل بتاعه وزبطت الوزن بتاعه والدهون بتاعته لو عالية اخد علاج للدهون ولو عنده السكر فهو زبط السكر بتاعه وحاولت تبعد عنه الضغط العصبي زي مثلا لو الشغل بتاعه فيه عصبية كتير او الجواز مثلا عند بعض الناس لو زبطت الحاجات دي كلها ولسه الضغط مرتفع فاحنا بنلجأ للادوية ادوية الضغط في منها مجموعات مشهورة جدا احنا هنتكلم عن المشهور عشان طبعا ما ناخدش وقت كبير وبعد كده هنقول ازاي نبدأ مع العيان بقى العلاج بتاعه اول مجموعة هنتكلم عنها هي دايوريتكس او مدرات البول معروفة طبعا مدرات بول عيان هياخد القرص هيدخل الحمام بول كتير هينزل بول كتير المجموعة دي مهمة جدا وتقريبا ما فيش مريض ضغط ما بياخدش مدرات بول وحتى زمان كانوا بيقولوا ان احنا نبدأ مريض الضغط بمدرات البول لكن الموضوع ده اختلف دلوقتي وممكن نبدأ بأي مجموعة من المجموعات اللي هقولها ما عادة مجموعة اسمها البيتا بلوكر ما باقتش الاختيار رقم واحد في مريض الضغط لكن ليها استخدامات تانية كتير جدا وبرضو مع مريض الضغط لكن مش الاختيار الاول فمدرات البول عشان ما نتلقبط بقى اول نوع من مدرات البول اللي هنتكلم عنه حاجة اسمها اليس هو المجموعة دي منها مثلا지는iels الح土 honestly HAhydroCHlcyzyzyde الزي مثلا المايكروزيد وده مش موجود دوما في مصف غالبا hero chloride se из z今 them would be زي مثلا الifs ابريلAttاني والجزء الاولاني اللي هو الifs student like Language ده من مجموعة الاس اللي هنتكلم عنها بعد شوية. كو دي اللي هو بقى الهايدروكلورثيزايد. فغالبا هو مضاف لدوى تاني في مصر. وزي كمان مسلا الكونكور بلاس. ده مسلا بيتا بلوكر. الجزء الاولاني الكونكور ده بيتا بلوكر. هنتكلم عنه بعد شوية. البلاس دي بقى اللي هو الهايدروكلورثيزايد. متاح منه تركيزات اتنشر ونص وخمسة وعشرين وخمسين ميلي جرام. والجرعة القصوى بتاعته يوميا هي الخمسين ميلي جرام. في ملحوظة بالنسبة للسيازايد ان هو جواه سالفوناميت جروب او سالفا جروب مجموعة سالفا. فالناس اللي يجي يقولك انا عندي حساسية من السالفا ما تدهوش سيازايد. الدواء التاني من السيازايدز هو الكلورثاليدون. الكلورثاليدون برضو مش موجود لوحده غالبا مضاف لأدوية تانية زي مثلا التكلو. التكلو ده بيتا بلوكر ومعا كلورثاليدون. والجرعة القصوى بتاعته مية ميلي جرام يوميا. الدواء التاني اللي بعد كده اللي هو انديبومايد. هو مش سيازايد لكنه بيشتغل نفس شغله. الانديبومايد زي النتريليكس واحد ونص واثنين ونص ميلي جرام. وممكن ابدأ بواحد ونص وزود شوية الجرعة القصوى بتاعتنا هي خمسة ميلي جرام يوميا. معظم المجموعة بتاع السيازايدز دي بتتاخد مرة واحدة في اليوم. يبقى اول نوع اتكلمنا عنه من مدرات البول هي سيازايدز. النوع التاني من مدرات البول برضو حاجة اسمها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتيكس. يعني من اسمها كده حاجة ما بتطلعش البوتاسيوم في البول. حاجة بتحافظ على مستوى البوتاسيوم في الدم. واحيانا قد تؤدي الى ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم. زي مثلا اشهرهم بيسموه بوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك او في نفس الوقت بيسموه الدستورون انتاجونست. المجموعة دي ضعيفة بالنسبة لمرضى الضغط. يعني ما بنستخدمهاش بشكل اساسي ان هي عليك ضغط. بتستخدم اكتر لوعيان مثلا عنده فشل في الكبد عنده مشاكل تانية. لكن ما بنستخدموهش للضغط بشكل كبير. لو استخدمناه بيكون الجرعة القصوى بالنسبة للضغط هو ميت ميلي جرام يوميا. زي مثلا الالدكتون خمسة وعشرين والخمسين والمية. وزي كمان الاسبيكتون خمسة وعشرين والخمسين والمية ميلي جرام. كمان المجموعة دي اللي هي البوتاسيوم سبيرنج دايوريتيكس فيها كمان نوع اسمه الاميلوريت والتريامتري. النوع الثالث من انواع مضرات البول هي اللوب دايوريتيكس. زي الفروزمايت. اللازكس مشهور طبعا. حقا اللازكس وقراس اللازكس. برضو هي كعلاج للضغط هي ضعيفة نسبيا. لكن بنستخدمها في حالات الفلويد ريتينشن. واحد عنده احتباس سويل في جسمه فاحنا بنديها عشان ينزل كمية السويل دي. وزي ما قلنا المجموعة دي كعلاج للضغط هي ضعيفة والاحسن منها السيازايتس. واللازكس في منه مثلا اقراس عشرين واربعين ميلي جرام. والجرعة القصوى كعلاج للضغط تمانين ميلي جرام يوميا. الدواء اللي بعد كده في اللوب دايوريتيكس او مضرات البول من النوع ده اللي هو اللوب دايوريتيكس. اللي هو تورزمايت. تورزمايت زي في السوق مثلا الاكزمايت التورزاموليكس والتورزريتيك. ومنهم تركيزات العشرة والعشرين واحيانا الخمسة ميلي جرام. وبرضو لو هتستخدمه للضغط يبقى الجرعة القصوى ليك هي عشرة ميلي جرام يوميا. دي كده كانت مضررات البول دي المجموعة الاولانية بانواعها التلاتة. يا اما الزايد يا اما متاسيمو سبيرنج دايوريتيكس يا اما اللوب دايوريتيكس. المجموعة التانية المشهورة اللي هنتكلم عنها في علاج الضغط هي مجموعة الايس. انجيوتنسين كونفيرتنج انزيم انهيبتورز. مجموعة رهيبة حلوة جدا بتقفل نظام كده في جسمنا حاجة اسمها رينين انجيوتنسين الدستيرون سيستم عن طريق ان هي بتوقف انزيم اسمه انجيوتنسين كونفيرتنج انزيم. بدون الدخول في التفاصيل المجموعة دي مميزة وحلوة جدا جدا وهنعرف مميزتها مع الشرح. المجموعة دي بس من عيوبها ان هي بتعمل ممكن في بعض الناس مش كله بتعمل حاجة اسمها يعني كحة نشفة. العيان بعد ما ياخد الدهو بفترة يبدأ يجيله كحة نشفة باستمرار. تسأل العيان انت عندك سخنية لأ طب في بلغم لأ مفيش اعراض لعدوى الجهاز التنفسي. فتسأله انت بتاخد علاج ضغط ايه? يقولك مثلا ازابريل. يقولك مثلا كابوتين او اي نوع من انواع اللي احنا هنقولهم دلوقتي. ففي الحالة دي بيكون السبب هو الايس. فنوقف المجموعة دي ونغير على نوع تاني نلائق الكحة النشفة دي هدية وما بقتش موجودة. كمان ممكن يحصل من الايس حاجة اسمها انجيو اديما او تورم كده زي التورم التحسسي. واحد وشه يورم يعني تورم. اللاخشية المخاطية تورم شوية. وزي ما قلنا ده مع بعض المرضى فقط مش مع كل المرضى. من انواع الايس اللي موجودة في السوق حاجة زي الفوسينوبريل. زي المونوبريل مسلا عشرة وعشرين. والجرعة القصوى بتاحته هي اربعين ملي جرام يوميا. سواء تدهله مرة واحدة او ممكن على مرتين. عشرين الصبح وعشرين بالليل. الدواء التاني مشهور طبعا اللي هو الكابتوبريل. زي الكابوتين او الكابوتري. في طبعا منه تركيزات بقى الخمسة وعشرين والخمسين. وده قصير المفعول. لو هتديه لعيان عشان يمشي عليه انه مريض ضغط يبقى تدهله تلات مرات يوميا. تبدأ بخمسة وعشرين. والجرعة القصوى ربعمية وخمسين ملي جرام يوميا. يعني ممكن تديله مية وخمسين ملي جرام تلات مرات في اليوم. بس ديه الجرعة القصوى. الدواء اللي بعد كده من مجموعة الايس اللي هو الرامبريل. رامبريل زي مسلا في السوق ترايتيس اللي هو واحد وربع اتنين ونص وخمسة ملي جرام. ممكن تبدأ مع العيان مثلا باتنين ونص وتزود بعد كده. والجرعة القصوى بتاعتك في الرامبريل هي عشرين ملي جرام يوميا. الدواء اللي بعد كده من الايس اللي هو الانالابريل. زي مسلا الايزابريل وزي بريس عشرة وعشرين ملي جرام. برضو انت تبدأ بعشرة مثلا والجرعة القصوى بتاعتك اربعين ملي جرام يوميا. ممكن تدهاله مرة واحدة او ممكن برضو مقسمة على مرتين يوميا. واخيرا في المجموعة دي لسينوبريل. لسينوبريل زي مسلا ساينوبريل. خمسة وعشرة وعشرين ملي جرام. والجرعة القصوى منه هو اربعين ملي جرام مرة واحدة يوميا. كل مجموعة الاس اللي احنا تكلمنا عنها تقريبا في منها في السوق معاها مضرات بول. يعني مش اس لوحده لا اس وعليه كمان مادة مضر بول. يعني مسلا الايزابريل في منه ازابريل كو معاها هيدروكلورسايزايد. الترايتس في منه برضو معها هيدروكلورتسايزايد الكابوتريل في منه كابوزايد اللي هو كابتوبريل ومعها برضو هيدروكلورتسايزايد المجموعة الثالثة اللي هنتكلم عنها هي الاربس انجيوتينسين ريسبتورز لوكرز هي شغلها بتوقف برضو عمل الار اي اي اس اللي هو الرنين انجيوتينسين الدستيرون سيستم زيها بالزبط زي الايس الاربس زي الايس لكن بطريقة مختلفة شوية ما بتعملش الى حد كبير دراي كاف طريقة شغلها تفادت ان البرادكينين يطلع كتير وبالتالي منعت حدوث الداي كاف فهي الميزة بين الاربس والايس الميزة الوحيدة او الاشهر ان الاربس ما بتعملش كحة ناشفة ونخلي بالنا في العلاج بعد كده لما نيجي نتكلم في الكمبيونيشن او لو احنا هندي دويين ماينفعش يقدي اربس مع اي اس المجموعتين دول يعتبروا مجموعة واحدة الادوية اللي من النوع ده اول حاجة اللي هو اللوزارتان لوزارتان زي في السوق مثلا اموصار 25 و 50 و 100 والجرعة القصوى بتاحته هي 100 ميلي جرام يوميا وكمان فيه الاموصار فورت فورت ده يعني معاه برضو مدر بول يعني دويين في نفس القرص او كمان زي اللوراز او مثلا اللوزازايد ده برضو لوزارتان ومعاه هايدروكلورسايزايد في نفس القرص الدواء التاني في المجموعة دي مجموعة الاربس هو الفالزارتان الفالزارتان اللي كان طلع عليه شوية كلام دلوقت في مصر ان فيه شوائب مختلطة بالمادة الفعالة بتاعته المشكلة يعني ان فيه مواد او شوائب مضافة في المادة او مخلوطة مع المادة لكن المادة نفسها ما فيهاش مشكلة الفالزارتان موجود في السوق مثلا زي التارج 40 و 80 و 160 و 320 وزي مثلا الفازو تيك 40 و 80 و فيه منهم برضو مع مدرات بول زي الفالزتانس بلاس ممكن تبدأ مع العيان ب 80 ميلي جرام يوميا وتزود بالتدريج الجرع القصوى بتاعتنا 320 ميلي جرام في اليوم الدواء التاني من المجموعة دي اللي هي الاربس دواء اسمه اولميزارتان زي في السوق مثلا القرستابيكس اللي منه تركيز خمسة وعشرة وعشرين ميلي جرام كمان فيه موجود من الدواء ده مثلا لو انت حطيت عليه انلودوبين انلودوبين ده من الكالسامتشانل بلوكرز المجموعة بعد كده هنتكلم عنها فيبقى اسمه ايرستابيكس كو كو يعني معاه انلودوبين او ايرستابيكس بلاس لو معاه هايدروكلورسايزايد اللي هو مدر البول من السايزايدز اللي اتكلمنا عنهم في البداية او كمان فيه ايرستابيكس الترايو اللي هما التلاتة بقى مع بعض والجرع القصوى بتاعتك في القولميزارتان هي اربعين ميلي جرام يومية المجموعة الرابعة اللي هنتكلم عنها هي مجموعة اسمها بيتا بلوكرز واول ما تقول الواحد انا هكتب العيان بيتا بلوكرز يقولك سيليكتف ولا نانسيليكتف ايه يعني ايه موضوع في مستقبلات بيتا بيتا وان وبيتا تو في واحد في القلب اللي هو البيتا وان وفي مستقبلات في الشعب الهوائية اللي هي البيتا تو فانت لما تستخدم حاجة نانسيليكتف فانت بتشتغل على القلب وعلى الرئة فتعمل مع الشغل بتاعك اللي على القلب تعمل ضيق في الشعيبات الهوائية وبالتالي ما نحبش نستخدمه شوية مع الناس اللي عندها حساسية صدر او عندها سي او بي دي اللي هو الانسداد الرئة والمزمن ده فتستخدم أحسن حاجة Selective حاجة تشتغل على البيتا 1 بس اللي موجودة في القلب Selective من البيتا بلوكر لو اتاخد بقرعات عالية ممكن يبقى نانس البيتا بلوكر ويشتغل على الاتنين بالإضافة ان احنا قلنا ان البيتا بلوكرز ما بقتش اختيار أول لمرضى الضغط يعني انت أصلا من الأساس لو عين ضغط جايلك ابعد عن البيتا بلوكر في البداية كمان البيتا بلوكرز ما حبش اديهم في عينين السكر شوية الناس اللي عندها سكر عشان هي بتهدي ضربات القلب وهي تعتبر حاجة اسمها سيمباسوليتك سيمباسوليتك يعني تقلل ضربات القلب والتوتر والحاجات دي ودي مهمة في مريض السكر ليه بقى؟ عشان لو حصل له انخفاض سكر يحس بالأعراض دي ويعرف فهي دي ممكن تعمل شوية ماسك أو إخفاء لهذه العلامات فالعين ما يحس الشوية بانخفاض السكر لكن دي برضو حالة مش ابسوليوت كونترا انديكيشن بالنسبة للبيتا بلوكرز اول دوة في البيتا بلوكرز هنتكلم عنه اللي هو الاتينولول الاتينولول ده سيليكت في بيتا وان انتاجونست زي مثلا في السوق الاتينو او التينورمين الخمسين والمية العيان ممكن تبدأ معاه بخمسين ميلي جرام يوميا الجرعة القصوى بتحتك هي ميت ميلي جرام يوميا الدوة الثاني من مجموعة البيتا بلوكر اللي هو ميتوبرولول زي مثلا في السوق سيليوكنزوك بتركيز 25-50-100-200 ميلي جرام ممكن تبدأ مثلا بخمسين وتبدأ تزود تدريجيا على فترات زي ما هنقول والجرعة القصوى بتحتك هي ربعمية ميلي جرام يوميا والميتوبرولول ده هو برضو سيليكت في بيتا وان بلوكر الدوة اللي بعد كده من البيتا بلوكرز اللي هو بروبرونالول وده نون سيليكت في نون سيليكت في يعني بيشتغل على بيتا وان وعلى بيتا تو زي مثلا في السوق الاندرال العشرة والاربعين ممكن تبدأ معاه لو هتديه لمريض ضغط بجرعة 40 ميلي جرام مرتين يوميا والجرعة القصوى بتحتك هي 640 ميلي جرام يوميا الدوة اللي بعد كده اللي هو البيسوبرولول ده أشهرهم تقريبا وده أحسنهم من ناحية السيليكتيفتي يعني بيختار البيتا وان بشكل أكبر وزي ما قلنا السيليكت في من البيتا بلوكر لو اتاخد بجرعات عالية ممكن يبقى نون سيليكت في ويشتغل على اتنين لكن من أفضلهم البيسوبرولول اللي هو في السوق مثلا زي الكونكور سواء اتنين ونص خمسة عشرة أو البيزوكارد ممكن مثلا تبدأ للعيان بخمسة ميلي جرام يوميا والجرعة القصوى بتحتك هي 20 ميلي جرام يوميا في بقى كمان أدوية بتشتغل مش بس نون سيليكت في بيتا بلوكر لا ده بتاخد الألفا كمان في سكتها يبقى اسمه نون سيليكت في بيتا بلوكر والفا بلوكر الأدوية دي مثلا زي اللابيتالول اللابيبريس المية والمتين وده مش موجود بشكل كبير مش متوفر عندنا في مصر بشكل كبير ممكن تبدأ مية مرتين في اليوم والجرعة القصوى بتاعتك هي 2400 ميلي جرام في اليوم النوع التاني اللي هو الكارفيدولول برضو بيقفل البيتا وبيقفل كمان الألفا ريسبتور زي مثلا الكارفيد اللي هو 6 وربع 12 ونص 25 ممكن تبدأ لمريض الضغط بتاعك ب6 وربع مرتين في اليوم والجرعة القصوى بتاعتك هي 25 ميلي جرام يوميا المجموعة الخامسة من أدوية الضغط اللي هي كالساميتشانل بلوكرس برضو أول ما يقولك كالساميتشانل بلوكر يقولك هو دايهايدرو بيريدين ولا نن دايهايدرو بيريدين فمثلا الدواء المشهور من الكالساميتشانل بلوكرس اللي هو الأملودوبين اللي هو زي الألكابريس والرجيكور والنورفاسك اللي هو منه تركيزات 5 و 10 ده من مجموعة دايهايدرو بيريدين من الكالساميتشانل بلوكرس ممكن أبدأ ب5 ميلي جرام يوميا والجرعة القصوى بتاعتنا هي 10 ميلي جرام في اليوم الدواء التاني اللي هو النفتبين ده برضه الداي هايدروبيرودين وده موجود في السوق باسم إبيلات 10 و 20 ممكن تبدأ للعيان بعشرين يومياً والجرعة القصوى بتاعتك هي 90 ملي جرام يومياً أما النانداي هايدروبيرودين زي مثلاً الدلتيازيم والفرباميل ودول ما بيكتبوش كتير كعلاج ضغط الدلتيازيم في منه 60, 90, 180 ممكن تبدأ بتسعين ملي جرام يومياً والجرعة القصوى بتاعتنا 480 ملي جرام يومياً اما الفيراباميل الفيراباميل ده زي الايزوبتين هو برضو نان داي هايدرو بيريدين يعني من الكلسامة شانل بلوكرز بس نوع نان داي هايدرو بيريدين فيه منه مثلا الايزوبتين 80 وفيه الايزوبتين ريتارد 240 ريتارد دي يعني ممتد المفعول فانت لو هتبدأ بقصير المفعول فانت ممكن تدي 80 ملي جرام 3 مرات يوميا اما لو هتدي الريتارد فانت ممكن تبدأ ب120 ملي جرام يوميا وممكن نزيد الى الجرعة القصوى اللي هي 360 ملي جرام يوميا دول كانوا اهم المجموعات المشهورة اللي نحفظهم زي اسمنا اعرفهم دايوريتكس ودرات بول إيس واربس كالسيا متشانل بلوكرز والبيتا بلوكرز لكن في مجموعات تانية كتير زي مثلا الفازو دايليتروز اللي هم بيعملوا اتساع في الاوعية الدموية زي الهيدرالازين مثلا لكن دول ما بيتكتبوش كتير لمرضى الضغط كمان مجموعة اللي هي سنترال اكتنج او الفا تو اجونيست زي مثلا الميثايل دوبا اللي هو عندنا في مصر اللي هو 250 و 500 أي واحدة حامل يجي لها ضغط يقول لها اخدي الدوميت على طول 3 مرات في اليوم طبعا احنا هنبقى نعمل حلقة عن أدوية الضغط في الحمل ايه اللي ممنوع واللي مش ممنوع وعشان كده ما تنساش الاس والاربس ممنوعين تماما في الحمل غير كده في كلام عادي لكن الاس والاربس تحطها حلقة في ودانك اس واربس ممنوعين في الحمل تماما فالالدوميت او الميثايل دوبا الجرع القصوى بتاعته هي 3 جرام يوميا احنا دلوقتي عرفنا اشهر المجموعات العيان جالك هتبدأ مع ازاي زي ما قلنا انت تأكدت من التشخيص وقست له الضغط كزا مرة وقست الضغط صح وزبطت له نمط حياته وزي ما قلنا زبطت الدهون السكر الوزن بقى يمارس رياضة نزبط الاكل بتاعه ما بقاش هيكل حوادق كتير ابتعد عن التدخين وقلل الكحليات او منع الكحليات تبدأ معاه ازاي انت الهدف بتاعك ان الضغط بتاعه يقل عن 130 على 80 لو العيان مفهوش اي مشاكل فانت بتبدأ معاه مونوثرابي يعني نوع واحد من هذين المجموعات معاك المجموعات كلها بس زي ما قلنا ما تخليش البيتا بلوكر في الاول يعني مثلا عايز تبدأ معاه إيس ممكن تديله مثلا إيزابريل عشرة وبعدين تتابع العيان بعد اسبوع كده ويتابع الضغط ماستجبش نرفع الجرع ليبقى عشرين ممكن تبدأ مع العيان مثلا كابوتن اللي هو الخمسة وعشرين تلت مرات في اليوم بس ده ما نفضلوش لإن مريض الضغط مش هيحب ياخد ثلاث مرات في اليوم هو عايز ياخد قرص الصبح وخلاص فبلاش الكابوتن يعني من وجهة نظرانا يعني أو ممكن تبدأ للعيان مثلا تراي تيس اديله اتنين ونص كل يوم الصبح بعد اسبوع مثلا ولسه مفيش استجابة نرفعه لخمسة هو كل دوة فيه المفروض تعمل تيتريشل للجرع امتى امتى تزود الجرع لكن عشان ما ندخلش في تفاصيل كل هذه الأدوية خليها مثلا اسبوع او عشرتيان العيان ممكن تبدأ معاها اربس زي مثلا تديله امصار اديله خمسين كل يوم الصبح طيب بعد اسبوع مفيش نتيجة ممكن نرفعه لمية لا ده نهد العيان بتاعي كالسامة شانال بلوكر مفيش مشكلة اديله مثلا ام لودوبي الكابرس مثلا خمسة وتابع العيان بعد فترة العيان ما جابش التارجت بتاعك اللي هو المية وتلاتين على تمانين خلاص خليه عشرة لو قررت ان انت تبدأ معا ببيتا بلوكر خلاص ابدأ معا مثلا كونكور خمسة ميلي جرام يوميا او بيزو كارد وتابع مع العيان بعد شوية العيان جالك مفيش تحسن خلاص نخليه عشرة مفيش تحسن نخليه عشرين ميلي جرام يوميا ده كده المونوثرابي اللي هو دواء من مجموعة واحدة بعد كده نيجي للخطوة التانية في العلاج اللي هو العيان ما تحسنش على المونوثرابي على دواء واحد في الغالب نسبة كبيرة من مرضى الضغط هيحتاجوا دوائين او اكتر كمان فعشان كده لو ما تحسنش على المونوثرابي نضيف الدواء تاني معها دواء من مجموعة تانية يعني لو بياخد اس مثلا ممكن ازود عليه دايرتك مدر للبول زي الإيزابريل كو ترايتس كومب الكابوتين مثلا يبقى كابوزايت وهكذا لو بياخد اربس برضو نزود عليه مثلا دايرتك مدر للبول زي مثلا امصار فورت فورت دي يعني معاها دايرتك مدر للبول لو بياخد مثلا ايرستابكس بلوس برضو معا مدر للبول او ممكن لو العيان مثلا بياخد كالسامتشون البلوكير تزود معاها مثلا اربس زي ما قلنا زي الايرستابيكس كو مثلا ixediremon reward اللي هو دا من مجموعة الاربس مع الانودبين اللي هو دا من الكالسامتشون البلوكير وحتى دي فيه منها تركيزات يعني فيه منه مثلا عشرين خمسة فيه مثلا اربعين خمسة اربعين عشرة وانت تبدأ تزود برضو بالتدريج مع العيان بتاعك ياخد مثلاً كونكور خليه كونكور بلص اللي معاها برضو دايريتك لكن زي ما قلنا ما تديش اس واربس لان هما يعتبروا نفس المجموعة ميزة انك تحط دويين من مجموعتين مختلفتين ان انت ما توصلش للجرعة القصوى في كل دواء وبالتالي الاعراض الجانبية ما تظهرش معاك وكمان اضافة دويين مع بعض بيقوى تأثيرهم اللي هو مخفض لضغط الدواء طيب انت اديت للعيان دويين من مجموعتين مختلفتين وبرضو العيان ما وصلش للتارجد بتاعك لسه الضغط بتاعه عالي في الحالة دي انت بتديله ثلاثة ادوية في اقراص جهزة فيها ثلاثة ادوية مع بعض زي مثلاً راستابيكس ترايو ترايو اللي هو فيه اربس والميزارتان مع كالسيم الشانل بلوكر ام لدوبين مع دايريتك او مطر للبول اللي هو الهايدروكلورثيزايد وزيه الاكس فورج اتش سي تي او ممكن انت اللي تدهمله منفصلين يعني مثلاً لو عيان بياخد ازابريل كو هما كده اتنين ممكن تزود معهم كالسيم الشانل بلوكر ام لدوبين مثلاً الكابرسي مثلاً او ممكن تزود معهم بيتا بلوكر الكونكور مثلاً وهكذا المهم انت بتختار ثلاثة ادوية من ثلاثة مجموعات مختلفين طيب انت اديت للعيان الثلاثة ادوية بالجرعات الاوبتمال الجرعات المثالية ليهم والعيان لسه متحسنش وضغطه عالي كده في الحالة دي احنا بنسميه رزيستانت هايبر تنشن بس بشارت انه يكون بياخد الادوية ومنتظم عليها وتكون الادوية بالاوبتمال دوز الجرعة الصحيحة او الجرعة المناسبة والعيان ما تحسنش في الوقت ده نقعد نفكر بقى في العيان هل العيان ده عنده سبب تاني هو اللي رفع الضغط فلازم ادور عليه زي الاسباب دي اللي ممكن تعمل ارتفاع ضغط الدم هل المريض بياخد ادوية تانية تكون بترفع الضغط يعني انا ادي له ادوية من ناحية تنزل الضغط وهو بياخد ادوية تانية ترفع الضغط زي مثلا الادوية دي اللي من اشهرها كورتزول من اشهرها حبوب منع الحمل هل العيان بتاعي ده عنده حاجة اسمها white coat syndrome اللي هو العيان عنده رهبة شوية من العيادات ومن الاطباء يبقى ضغطه طول النهار كويس ويجي يروح للدكتور بالليل يدخل العيادة ضغطه يعلى طب ده اعرفه ازاي اعرفه انه يقيس بنفسه في البيت عشان يبقى بعيد عن الضغط والتوتر ده نلاقي ضغطه طول النهار مزبوط لكن لما يجيلي العيادة ضغطه يعلى فلازم اخد بالي من النقطة دي كمان اشوف هل العيان اتزم بالتعليمات فعلا ونزل وزنه وبقى يمارس رياضة وابتعد عن الكحليات وابتعد عن التدخين وابتعد عن الاكل الحادق والسمين في الاكل بتاعه وابتعد عن الضغط العصبي ولا لا دلوقتي هقولكو شوية نصايح كده او خطوط عريضة كده في العلاج لو عيان ما فيهوش اي مشاكل وهتبدأ معاه علاج ضغط لو هو اقل من خمسة وخمسين سنة كويس او انك تبدأ معاه ايس او اربس لو اكتر من خمسة وخمسين سنة ابدأ معاه كالسيم الشانل بلوكر لو عيان عنده حساسية صدر او انسداد رئوي مزمن او سكر ابعد في البداية عن البيتا بلوكر المجموعات كتير ما حبكتش يعني البيتا بلوكر ولو ان لو ليه ودواعي استعمال تانية زي مثلا مشاكل في القلب هياخدهم برضو لكن في البداية ابعد انت لو عيان عنده سكر فكويس قوي انك تبدأ معاه ايس او اربس لانه بالاضافة انه هو بيعالج الضغط هو كمان الى حد كبير بيحمي الكلة من الديابيتك نفروباسي اللي بتحصل مع السكر ده حتى العيان لو عنده سكر وضغطه كويس وبدأ يحصل معه الديابيتك نفروباسي بيدو ايس او اربس برضو عيان هتدي له علاج مدر للبول او فيه مادة مدرة للبول خليه الصبح احسن اي نعم ممكن يكون ممتد المفعول على مدار 24 ساعة لكن تأثيره بالنهار هيكون اقوى عشان بالليل يعرف ينام شوية عيان عنده فشل في القلب من النوع اللي اسمه عمل اشيعة اللي هي موجات صوتية على القلب وقالت ان بتاعه قليل ومعها او فشل في القلب العيان ده ما تدلوش كالسيومتشانل بلوكر من النوع اللي هو نانديهايدروبيريدين اللي هو يعني الدلتيازيم والفرباميل عيان جاله قبل كده جلطة في المخ او تي اي اي اللي هي جلطة مؤقتة يعني او جلطة وراحت بسرعة العيان ده تدلو اس او اربس كويسين جدا او ديريتك او مزيج منهم يعني مثلا اس مع ديريتك او اربس مع ديريتك انما اس واربس احنا قلنا ممنوع لو ستة حامل ومعها ارتفاع ضغط الدم جريمة انك تدي اس او اربس او حاجة اسمها ديريتك ترينين انهيبتور المشهورين الاس والاربس اوعى تدي لستة حامل اس او اربس ممنوع بشكل عام ان انت تدي اس مع اربس او مع ديريتك ترينين انهيبتور زي ما قلنا قبل كده دي كده كانت درداشة بسيطة عن ادوية الضغط وازاي بنستعملها مع العيان لو في اخطاء فعذرونا الكلام مختلف حتى في المصادر الاجنبية ان شاء الله هنبقى نعمل سلسلة كل مرض مع الحمل يعني مثلا الحمل مع السكر الحمل مع الضغط الحمل مع الغدى وهكذا ان شاء الله وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم